يعود من جديد الحديث عن الملف النووي الإيراني وسط اشتراط هذه الأخيرة تقديم ضمنات من الولايات المتحدة الأمريكية تتقيد بها وتلتزم بعدم التخلي عن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية في حال نجاح محادثات إحياء الاتفاق جاء هذا على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادا في تصريحات أكد من خلالها بأن بلاده لن تتراجع عن خطوات خفض الالتزام بل اتفاق النووي قبل رفع العقوبات دفعة واحدة مشددا على أن إصرار واشنطن على إبقاء جزء من العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دولاند ترومب سيوصل المفاوضات إلى طريق مسدود استئناف المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة من المقرر أن تجرى في التاسع والعشرين نوفمبر الجاري في فيينا لبحث سبول إعادة الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن قبل ثلاث سنوات وأعادت بعده فرض عقوبات على طهران يأتي ذلك في وقت يواصل فيه الجيش الإيراني لليوم الثاني على التوالي تنفيذ مناورات عسكرية في منطقة تمتد بين مذيق هرموز وشمال المحيط الهندي مرورا ببحر عمان المناورات العسكرية التي اعتادت على تنفيذها إيران بشكل يتزامن مع الأحداث المتسلسلة تأتي بحسب متتبعين كرسائل مباشرة توجهها إلى منتقديها وخصومها خاصة وأن طهران تحاول بسط نفوذها بشكل جديد